بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدي بالمحاضرة الالكترونية رقم 12 ونبتدي بالموضوع بعد أن خلصنا الانير بلوك كود رح نبتدي بالسايكليك كود اول شي السايكليك كود هو عبارة عن سبك لازم من الانير بلوك كود اسم السايكليك كود جاي من حقيقة عندي رايت سايكليك شفت عبارة عن شفت الى اليمين لكل كود وورد بحيث ينتج لكود وورد جديد فلو أخذنا سيوان هو 0 0 1 1 0 1 0 إذا الصفره بالأخير سويت لرايت سايكليك شفت الى اليمين وصار بالبداية رح يتحول الى كود وورد جديد رح يطيني هو 0 0 0 1 1 0 1 وبهذا أي عملية رايت سايكليك شفت رح يتحول الى كود وورد جديد إذن هسه هذا السيتو هو عبارة عن another code وورد حصلته من السيوان بعملية رايت سايكولار شفت نجي الى نبتدي بالبروسيجر أول خطوة بالبروسيجر الـ data multi data هي multi A1 A2 A3 الى a key رح أحولها بدلالة متغير وهمي هو الأكس بأوزان هي A1 يمثللي most significant bit والأي كي يمثللي less significant bit وأنظمهم بشكل مماثل الى عملية اللوجيك بحيث less significant bit رح تكون الى اليمين والmast significant bit رح تكون الى اليسار بحيث يطينا D of X هو A K زاد A K ناقص 1 للX زاد A K ناقص 2 للX تربيع زاد A2 للX أوس كي ناقص 2 زاد A1 للX أوس كي ناقص 1 لاحظ أن الزاد هو يمثل المود 2 addition أو الإكسكلوزيف OR For example أنا أعدي الداتة 3 وحدات 1 1 1 0 1 لاحظوا الواحد اللي على جهة اليمين هو يمثل لقيمة الواحد الفعلي زايدا الصفر يمثل لقيمة X في X ما موجودة زايدا الواحد البعض يمثل لي قيمة X تربيع زايدا الواحد البعض يتمثل لي X تربيع زايد الواحد البعض يتمثل لي X أس 4 إذن D of X هو 1 زاد X تربيع زاد X تربيع زايد X تربيع زاد X أس 4 نجي الى D of X كمثال آخر يمثل unaama إلى Binary الواحد هو يمثل لي واحد على اليمين X ماكو رح أخلي صفر X تربيع موجود رح أخلي واحد X تكعيبه X اس أربع و X اس قمسة موجودة رح أخليها أصفار X اس ستة رح يكون واحد رح يصير إذن الدي هي واحد صفر 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 واحد صفر واحد وهكذا نجي الخطوة الثانية رح اختار ما يدعى بالجنريتر بولينوميال جي اوف اكس برتبة R يعني أعلى S هو رح يكون R حيث R هو N مينس K جي اوف اكس هو أحد حدود أو حاصل ضرب أكثر من فاكتر للX of N زائد واحد فالفاكتوريزيشن للX of N زائد واحد هو حقيقة موسهلة وعادة ما تعطى بشكل جداول فمثال N لما تكون سبعة فالX of N زائد واحد الفاكتوريزيشن إلا هو حاصل ضرب القوس الأول X زائد واحد برتبة واحد في القوس الثاني X تكعيب زائد X تربع زائد واحد برتبة ثلاثة مضروب في X تكعيب زائد X زائد واحد هاية موتو أديشن بحيث هذني الفاكتورز اللي X زائد واحد في الX تكعيب زائد X تربع زائد واحد في الX تكعيب زائد X زائد واحد إذا أضرب هين هاي الأقواس سوية وأكنسل الكيرمز اللي يكون متشابه يعني مثلا نقول X تكعيب زائد X تكعيب رح تلغي X تكعيب وهكذا لأنه exclusive وبقي البقية رح تطلع لي الناتج مالة X الثاني زائد واحد لاحظ أيضا لما N7 والR أربعة ف عفوا لما N7 والR تلافة رح أختار G برتبة تلافة يعني X تكعيب فأختار أيام G1 هو X تكعيب زائد X تربيع زائد واحد أو G2 هو X X تكعيب زائد X زائد واحد لما مثال آخر أنطي لما N7 والR رح أختار G هو حاصل ضرب الكيرم الأول اللي هو X زائد واحد في أحد القوسين لأنه أحد القوسين هو X تكعيب في X رحصر X أربعة إذن G1 هو X زائد واحد في X تكعيب زائد X تربيع زائد واحد أو G2 هو X زائد واحد مضروف X تكعيب زائد X زائد واحد الأوتبوت ما للSystematic Code Word رح يكون هو عبارة عن مقطعين Two Terms اللي هو X أوس R T أوف X اللي هو يمثل للا Information برتبة R زائد الرمندر R E M اللي هو الرمندر حاصل قسمة المتبقي المتبقي من حاصل القسمة القسمة الطويلة مع X أوف R D أوف X على G أوف X برتبة R ناقص واحد رابعا أجد C أوف X أستخدم C أوف X لإيجاد C الأوتبوت للكود Word C هو Systematic Form والC أوف X يتكون من Two Parts مثل ما قلنا الفيرس بارس هو X أوف D أوف X واللي هو يسموه Information Data واللي هو عبارة عن مشفت إلى اليسار بقيمة R Position في حين Second Term هو عبارة عن المتبقي من حاصل القسمة الطويلة X أوف R D أوف X على G أوف X برتبة R ناقص واحد واللي هو يمثل لي R لإيجاد Significant Bits لل Output Code Word أو يمثل Party Bits C بصورة عامة يتمثل للأيات A1 A2 A3 إلى IK والسيات C1 C2 إلى CR يتمثل Systematic Form مثال على هذا الشيء Write down the code table for 7 4 Systematic Cycle code generated by the generator polynomial G of X X 3 زائد X تربيع زائد 1 عندي آني من الكود Word 7 4 رح أعرف إنه الكود مانتي N 7 و K 4 رح أعرف من X G of X X تكعيب يعني R يساوي نتلاف أو نقدر نقول N ناقص K رح أسوي هيكلة الجدول وراويكم شون ينبني عندي رح أخلي الآيات A1 A2 A3 A4 تبتدي طبعا من 0000 وتنتهي بال 1111 النهاية مالته شو بقالي بقالي السيات C1 C2 C3 وال Weight طبعا الweight يمثلي طول الكود Word كل الآيات والسيات شقد شم واحد بيهن فنأقذ المثال الثاني مثلا 0000 11 01 ثلاث وحدات رح خلي ثلاث واملي حسب الواحدات بقال جدول هذا شون املي رح 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 اجي اخذ example لما الداة مالتي 00 01 احول الى متغير وهمي دي 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 الواحد الواحد اللي اليمين هو قيمة واحد X هو X تكعيب في دي هو 1 إذا رح يطلع ل X تكعيب الخطوة الثانية أجد الريمندر ما حاصل قسمة X X هو X تكعيب على G اللي هو X تكعيب زاد X زاد واحد منا قسم X تكعيب على X تكعيب زاد X تكعيب زاد واحد بها واحد واحد في X تكعيب زاد X تكعيب زاد X تكعيب زاد واحد X تكعيب ويا X تكعيب رح تلغي لانه exclusive or المشابهاتي رح يرحن رح يبقى لي remainder x تربيع زائدا واحد لاحظ انه long division رح تتوقف حيث انه x تربيع زائد واحد هو يمتلك order اقل من الر الر هو ثلاثة لكن هنا الorder multi x تربيع لذلك c of x اللي هو عبارة عن x تكعيب رح تنكتب x تكعيب زائد x تربيع زائد واحد هذه مين جبته من جزئين جزء هو data اللي يمثلي x تكعيب زين زائدًا الر مندر اللي هو x تربيع زائدن واحد اذا جزء يمثلي c of x جزء يمثلي l x of r d of x اللي هو x تكعيب والجزء الثاني هو الر مندر اللي هو x تربيع زائدن واحد ايضا اقدر استخرج الس هي جزء الجزء الأول هو الـ data-malti من هي الـ data-malti؟ صفر 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 واحد خليتها شبقالي الـ reminder الـ reminder هو x تربيع زائدا واحد شون مثل الـ x تربيع زائد واحد؟ الواحد هو واحد على اليمين الصفر هو يمثل لي قيمة x مو موجودة قيمة الـ x الـ x تربيع هو واحد لاحظ أن الـ reminder directly رح يبطينا الـ r-parity bits اللي يتمثل لي الـ 1-0-1 وينكتب على شكل binary form هسه هذا قيمة واحدة من الـ data لو افترضنا الـ data هي 0-0-1-0 نرجع كمتغير وهمي شو أنا مثلها d of x؟ رح يمثل لي l b x l x of r d of x هو l x تقعيب في x رح يكون x و 4 إذن هسه أجي أوجد الـ reminder ما لحاصر قسمة x of r d of x اللي هو x و 4 أقسم على l g of x x تربيع x تربيع زائد x تربيع زائد واحد x و 4 كم x تقعيب به؟ بها x x في x تقعيب x و 4 زائد X في X تربيع X تكعيب زائد X في 1 هو X X ويا 4 تختصر ويا X و 4 رح يبقى لي X تكعيب زائد X أقسمها مرة أخرى على X تكعيب زائد X تربيع زائد 1 بها 1 1 في X تكعيب يطلع X تكعيب زائد 1 في X تربيع X تربيع 1 في 1 يطلع 1 X تكعيب رح تروح ويا X تكعيب يبقى لي الريمندر اكس تربيع زائدا اكس زائد واحد هسا سي اوف اكس جزئين الجزء الاول او البارت الاول هو اكس اوس اربعة اكس اوس اار دي اوف اكس اللي هو اكس اوس اربعة زائد الريمندر الريمندر من هو اكس تربيع زائدا اكس زائد واحد هس راح اجيحولها بايناري الجزء الاول بالسي هو يمثلي الداتة اللي هو صفر صفر واحد صفر الجزء الثاني هو الريمندر اللي هو واحد والx والx تربيع اللي هو واحد 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 ناخذ بثال آخر for data 0011 أجي d of x هو ش يمثلي الواحد اللي على يمين هو واحد الواحد الثاني هو يمثلي x إذن d of x هو واحد زاد x أجي أضرب x of r في d of x يعني x تكعيب في الواحد زادا x رح يطلع لي x plus 4 زادا x تكعيب هسه أطلع الريمندر x plus 4 زاد x تكعيب أقسم على g of x x تكعيب زاد x تربيع زادا واحد بها x x في x تكعيب x plus 4 زادا x في x تربيع x تكعيب زادا x في واحد هو x x plus 4 و x plus 3 من الشابهين أحذفهم يبقى لي x الريمندر إذن c of x بها جزءين x plus 4 أو x plus r dx x plus 4 زاد x تكعيب هذا الجزء الأول زاد الريمندر اللي هو جد بقى x أحولها إلى بايناري c هو بها جزءين الجزء الأول هو ذاته على يسار اللي هو يمثل لي 0 0 1 1 الجزء الثاني هو ريمندر ريمندر بمقدار ar bits اللي هو يمثل لي الـ x فتمثل لي 0 1 0 أمثل هذا حيث الصفر الأول على يميني يمثل لي قيمة الواحد ماكو واحد القيمة الواحد يمثل لي قيمة x الصفر يمثل لي قيمة الـ x فقيمة x أمثلها بصفر 1 0 وبذلك رحم لي الجدول مثل ما اتفقنا وأجد الهامنج ويت زين من الـ output code word هاي الطريقة ممكن نستعيض عنها بطريقة binary أسهل إذن إذن الـ previous encoding procedure يمكن أيضا إنجازها بطريقة أسرع بدون عملية الـ polynomial representation if g of x إذا حولنا g of x إلى binary and from called the divisor of the cycle code فإذا الـ example g of x هو x تكعيب زاد x تربع زاد 1 رح سميناها الـ divisor شون امثلها مثلها بواحد من اليمين x ماكو صفر الـ x تربع واحد والـ x تكعيب واحد رح يكون إذن واحد واحد صفر واحد ذا تتكون من r زاد 1 bits فعلا من r زاد 1 bits لإيجاد c الـ data ما التي عندي شنو a1 a2 a3 إلى ak رح أخلي r من الأصفر كليه significant bit إذن الكود ما التي كانو a1 a2 a3 إلى ak إلى 0000 وقسم على g فنجي بالمثال كالمثال التالي using generator polynomial of previous example عندي g of x وx تكعيب زاد x تربية زاد 1 رح حول إلى binary تطلع لي 11 01 عندي أولا إذا الـ data مالتي 0011 هس الشح أجي أقسم أول شي أخلي الـ data 0011 رح أخلي r من الأصفر 00 رح أقسم على 11 01 فأجي رح أخلي قسمة طويلة 0011 00 على 11 01 هس رح أجي وين أخلي الـ 11 01 رح أخلي جو أعلى قيمة موجودة عندي باللي إذا قسم عليه فرح أخلي مباشرة تحت الـ 1 أعلى 1 لأنه ما خلي جو الأصفر ما خلي جو الأصفر إذن الـ 11 01 ما خلي جو الأصفر رح أخلي جو قيمة أول 1 رح أصير 11 01 رح أجي أقول الـ 1 هو 0 الـ 1 هو 0 0 هو 0 0 هو 1 رح نزل أقل 0 0 رح يصير عدي R bits اللي هو الرمندر وأقل شي هو عبارة عن 0 1 0 إذن الكود مالتي كود ورد عبارة عن الـ 0011 والرمندر اللي هو اللي هو since the significant bit هو أقل من R زائد 1 اللي هو الطاني 0 1 0 لاحظ الحالة الطريقة السابقة وقارنها وياه رح تشوف أنه هاي الطريقة أسرع ونفس الناتج الطريق fordata 1011 إذن data مالتي يشجد 1011 رح أضيف R من الأصفار 00 رح أجي أقسم على 1101 نفس الطريقة فأجي أخلي وين رح أخلي ال 1101 رح أخليه جوه أعلى رتبة اللي هو جوه رتبة ال 1 لأنه مو 0 قيمته فرح أخلي 1101 جوه أعلى قيمة 1 هسه أجي ال 1 وياه ال 1 طيني 0 ال 0 وياه ال 1 رح يطيني 1 ال 1 وياه ال 0 رح يطيني 1 ال 1 وياه ال 1 طيني 0 إذن صار 0 1 1 0 بما أنه هنا ما أقدر أقسم لأنه ال 1 1 0 أقل من ال 1 1 0 1 فأجي أنزل بيت أخرى رح أنزل 0 هسه صارت 1 1 0 أجي أقدر أقسم على ال 1 1 0 1 4 مراتب همينه ال 1 وياه ال 1 0 ال 1 وياه ال 1 0 0 0 0 1 هو 1 زين هسه صار 1 وقبل 3 0 ل3 0 ما أحسب هن أنزل 0 صار 1 0 هو ال رمندر أقل من R زاد 1 وهو هذا R رمندر بيتس فإذن السي هي عبارة عن 1 0 1 1 وياه رمندر منوة 1 0 0 لاحظ الجدول هذا خليه قيمة بالجدول وهكذا أقدر أملي الجدول وتكون أسهل لاحظ هاي الطريقة أنه رمندر ده نخليه باللي significant بالسي إذن رح أقدر أتوقع أنه السي إذا أجي أقسم عجي أو اكس أو عجي رح تطيني 0 هاي للتحقيق فرح ألاحظ هس الكود الكود تيبل اللي مليته بالحالة السابقة إذا كل كود أجي أقسم عجي لازم يطلع لصفر فنأخذ مثال أخذ مثال الحالة السابقة 101 100 أجي قسم عجي ال 101 101 رح أجي أقسم رح أخلي ال 101 101 جوا على قيمة اللي جوا قيمة ال 1 ال 1 وي ال 1 20 0 ال 0 وي ال 1 2 1 1 ال 1 وي ال 0 2 1 1 1 2 0 زين هسه أنا أطلع لصفر 1 1 0 ما أقدر أقسم أعلى قيمة هو 1 1 0 فأنزل bit أخرى رح يطلع ل 1 101 أقسم على 1 101 رح أطلع 4 0 ونزل 0 إذن صار الناتج حاصل قسم 0 مثل للتحقيق هسه homework use polynomial method to write down the code table for 7 4 systematic cycle code إذن أستخدم طريقة X أولا رح تأمن الجدول generated by the generator polynomial g of X هو X تكعيب زائد X زائد 1 أيضا check any four values of D check أي أربع قيم للD باستخدام binary method تطلع نفس الناتج يفترض أنه تطلع نفس الناتج وبهذا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة شكرا جزيلا لكم